السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نشوف انيش الحلو ده العروسة رصاه ازاي هنا هي جايبة طقم لونه بنفسجي طقمه كبيات ومعاه الشفشة وقفت اربعة ونيمت الاتنين التانين اما بالنسبة لطقم الايس كريم فمش لازم تحطيه كامل طقم الايس كريم ده بيجي عشان يتوزع بين الارفف وكمان جايبة طقم من اللي بيكون الوان الطيف وموزعيه عالجنبين اما بقى طقم الدهب الحلو ده فهي جايبة معاك قرورة برضو حطت اربعة واثنين ميلتهم على كسات وبناءا عن رغبطها هي حطت الصينية وراهم عشان يجي عاكس ويبين اللون الدهب يكون جامد هنا طقم الفطار حلوي جدا لكن كان لونه كله اسود والدهب كان قليل فيه فحطينا فيه فنجالين قدام البراط وقلبناهم كده بالشكل ده عشان يبينوا الابيض اللي في الداخل فيعكس اللون الاسود اللي وراه ويبقى باين هي رفعت هنا الاطباق على استنداد تلاتة يمين وتلاتة شمال وحطت طبق الفطار في النص اما الرف ده كان من اجمل الارفف اللي انا شفتها هي جايبة اطقم كاسات قريبة من بعض بنفسجي وموف فحطناهم وسندناهم بالشكل ده وعايز اقولك ان طقم الفضي بتاع الكبيات اللي بتبقى صغيرة وكبيرة ده انا انصح اي عروسة هتفرش نيش بتاعها انها تديبه لانه بيظهر معاك اي الوان انت بتحطيها شايفة محتوط مع الموف محتوط مع البنفسجي محتوط مع الاسود هو واضح جدا كمان عروستنا قالت انها عايزة تحط مفرشين ما تحطش مفرش واحد في كل جنب علشان ما تحسش ان النيش بتاعها مش مفروش شايفة الرف بصراحة مشاء الله جميل وحطت كمان اتنين من قطقم الايس كريم في النص بالنسبة لطقم الصيني كانت جايبة طقم كبير وطلبت انه كله يتحط على رف واحد فاحنا حطينا هنا الفناجيل حطناها بالشكل ده وعلى كاسين مقلوبين يمين واشمال حوالين البراد حطينا السكرية واللبانة على اطباق من اطباق الفناجيل وكمان تحت البراد رفعنا البراد بالاطباق بتاعة الفناجيل الجنب التاني حطينا اطباق الغرف وعليهم بولة اللي بتكون مسطحة وحطينا البولة الكبيرة عليهم في نفس المستوى بتاع البراد شايفة هنا حطينا كل البولات الصغيرة على الاطباق بتاعة فناجيل القهوة وقلبناها وحطينا فناجيل القهوة من فوق عندها كمية بولات بتاعة صلطة كتيرة جدا فبدأنا نعمل بيها اشكال كده من تحت ان احنا نحط كل تلاتة على بعض شايفة بقى النيش بتاعها منصق وشكله حلو ومع انها حطى فيه حاجات كتير الا اننا قدرنا ان احنا نساويه ونخلي شكله منصق وشكله جميل اتمنى تكون طريقة رص النيش النهار ده عجبتكم واقبل كل البنات وربنا يفرحكم جميعا نسلم عليكم